اشتركوا في القناة 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 فاطمة و اخيرا جي تي قلت لي انا هي الام ديالا رغم امور اللي كان اختلفوا فيها في النقاش في الحقائق اللي عرفنا ستعود لي انت اللولي لقي صديرك من اللول كيفاش تزوجتي ولا عرفت هذه السياد كيفاش تولدتي بنتا كيفاش تعطيتها الحافظة و احنا قاعدين السلام عليكم خارج الواطن ودخل الواطن انا كنت اخدام في واحد الشركة تعرفت على واحد السيد اخدام في واحد الجامعة قدرت معها علاقة حملت معها البنية اللولة حملت معها البنية الثانية و كنت كارية عند واحد المرأة اسميتها حافظة في حيل حساني كارية مع دارهم قرب طريق عين الدياب صافي تزادوا هذه البنيات البنية اللولة البنية الثانية داخلتها حافظة جابت لي واحد المرأة هي لي اديت البنية اديت البنية الثانية اعطيت لخوها اخدام في واحد سبيطار اعطيت لشي فرملية اديها دازت سي 16 عام ارجعت للدار حافظة قلت لي ادوك البنيات اراني بغيت نشوفهم اراني واحدة ما غات تخبي بنياتها قلت لك هنا انا الظروف كان ما كنتش خدامة ما كانش عندي ميكانية باش نكون بهم صافي دازت 16 عام دس الدار فين كنت كارية عند حافظة نيت دار والديها 16 عام ملقيتهاش قلت لي واحد المرأة رحلات نعتت لي ديك المرأة قلت رحلات الوحد الدار شريعتها قلت لك دار ادقيت ثاني خرجت لي حافظة قلت لي شكون اللا ادوك الدار قلت لي عينا عطولي اراني اراني اجيت ديري قلت لي ارى الكبدة ارى بنياتي قلت لي ارى وعتيني بالليه توريني بنياتي بركت شوية قلت لي اغطى من بعد شوية قالت لي الا ما غانو ارمشلك بديت ان كان بكي قلت لي ارى شوم عليك كان ما ورم لي واخى من البعيد قلت لي اواصافي من بعد دازت عليها عامين رجعت لديك الدار عود لي كانت شارية لقيت عود رحلة قالوا لي رحلة رياد الولفا وانا كنقول لها اضحافي ذي لك تشوفني كنقول لها رح رام عليك انا بغيت نشوف عبنياتي عبارة وحدا وغاية البوسة بغيت نشوفهم كنقول لها الله يرحم لك الوالدين انا كنت متبع صحفي يوسف اللي زي بخير متبع معاد ايمان كنشوفه يعني احساس باللي راني اديك بنتي فشعيت ليوسف ما تستقبلني واحد تستقبل اللي زي بخير واحد الحوار هضرت معاه قالوا يا راه نجيب لك البنية غنتحاور مع البنية وانا هاد البنية ادي ايمان جاتني بنتي وانا كنقول هاد حافظة الى كانت نيت الله يرحم لك الوالدين بوليني بنياتي الله يزيدك بخير انا ما بغيت وعلا بغيت عيد عن النوب انا قلت بريدة او فياك تيام انا قلت شو ما بنياتي الله يرحم لك الوالدين انا تسنت لك والناس يسمعوا كلامك انا بغيت مشي معك نقطة بنقطة صافي مشي وعية هاد السيدادة اللي تلاقيت انت ويا ما تجوجته قال لي من بعد انت جوجه وكان خدم في واحد الادارة بعد مشيت عود واحد نهار كنسوّل عليه قلت لي زائب جوج بنيات وهذه قلت لي واحد الكاتبة كانت معاه في ديك الجامعة قلت لي يا رام شبحر ورحل صافي هذا كان عارف اسميته مختار وكان يقول لي من التعاونات صافي اتصال ما بقى عندي لي تليفون ديك ولا والس انت تقول لي جوج بنيات انت تلقتي مع ايمان وقلت لي 26 عام هي البنية اللولى انا عود لي البنية اللولى اللي اعطيتها لحافظة هذه البنية اللولى اللي اعطيتها لحافظة ما المدة اللي اعطيتها لي الله يولدت بش حال يلا يولدت بش ثلث ايام ثلث ايام جابت لي واحد المرأة قلت لي رغدت ربيها ورغدت تهله فيها مشيت مع ذلك المرأة بواحد العدول تم في حيل حساني كتبتها باللي قلت لي اكتبي باللي اعطيتها لي مشيت معها قسيت البنية قلت لي بوسيها صافي قلت لي حرام قلت لي لك كبرت البنية سوف ينبريها لك هذلك العدول اللي مشيته عنده كل شي داته هي ما بقيت عندي هنا التحاجة وهذلك العدول أنا عاقل علي في ذلك الشارع حساني احدى الذهيبية انت مأكدة من هذا التاريخ 26 عام اه هي التاريخ البنية والبنياق 26 عام والاخرى عام 25 مشاهدنا الكرام بنت نورع الى عام اكتر في الموضوع مجموعة من الاسئلة ولكن ما الهمني صراحة في الموضوع والشابه كانت تشابه بشكل كبير ايمان ايمان تأكد هذا الكلام كان واحد الشابه انت تبعتي القصة سمعتي الناس اللي دوينا معهم في الموضوع سمعتي حافظة سمعتي محجوبة تقولك حافظة فاسفي هاد المعطيات اللي تعطينا انت كان شي حويج بعد ولا كان شي حويج ما دقيتشنا فيهم الحقيقة وكان شي حويج تاني فيهم نوع من الغرابة انهم نفس الكلام هذي مشاهدت تعطيها في ثلث ايام وفي هذه السنية تقارب من الجهة ولا تقارب من الجهة كيف ترى الأمور انا كنت تبعتك جاني الاعساس باللي كنت تذكره حافظة حيث انا يا حافظة هي اللي عارفة هذه البنيات قلت صافي هذه ربنيتي عندي الاعساس هذه بنتي وانا كنت نوصل لدنيه حافظة كنت اقول الله يرحم لك الوالدين حملك الوالدين انا بغيت نشوف بنياتي بره واحدة لا يزاديك باخير لا يزاديك باخير لا يزاديك الوالدين سمعناه وسمعوه الناس ابقى معايا في الموضوع فاطمة نعاونه هذه القضية نفهمها كتر هذا ايمان انت تقولي بنتي باحساسك تشابه انت وياها ولكن المعطيات اللي عندها بعيدة شوية فينا هي كنا حافظة نشوفه محجوبة هذا محجوبة اللي عطيته انت بنتك لحافظة محجوبة كانت واحدة كانت جاءت اللم اللي ادات ايمان وجاءت معه واحد المرة خرق جاءوا فاش اعطيته انا عندها ثلاثة ايام فاش اتخلني الشك انا هذه المرة قلت لي اشوفي هات اسميه ديالك ما غا تبقى عش غا نسميه ايمان هذا الشي اللي انا تنويت ايمان بنتي جاني لايحساس ايمان بنتي وفاش ديام كانت متلقيت انتي ويالي كيف تنويته انمو وجهك فوجهك كيف حاش انا جاني واحد الاحساس غريب من نهر اود انا من تمايا عندي واحد الاحساس كان احساس بشكل ايش كان احساس بشكل ايش كان احساس بشكل ايش انتي لم تحاولت ان تقلبي هذه المدة كاملة كنت انت لديك حافظة ومعها انت لديك 16 عام تتعلم انت لديك 16 عام كلها تتعلم بشكل ايش انا لم تكن في شعطيتهم 16 عام دوس كنت خارج المغرب انت لديك دار اللي كنت تكاري فيها عند حافظة دار هم نيت دار حاجة امها اذا كنت ترى حاجة فانت لديك 16 عام ورعت وقالوا لي حافظة ورحلات وحاجة باعت دار وحافظة شريت في البلاسة فانت لديك احد المرادة الديور اللي شريت فيهم حافظة ومشيت لديك الدار ودقيت وخرجت لي حافظة في حالي تفاجت قلت لي ايش كون ورق الدار قلت لي انا اعتولي الناس قلبي يعلم لي راني يجي الديريكت صافي استقبلاتني قلست واحد ساعة قلت لي الله اعطك استر وريني بنياتي قلت لي يلا ما نقدرش نوريهم لك قلت لي الله يرحم لك الوالدين بقيت نبكي عليها قلت لي واخا نشوفهم عيمن البعيد قلت لي لا صافي بقيت نبكي عليها قلت لي وصافي من بعد قلت لي عامين على ذلك الساعة قلت لي تعود لذلك الدار اللي مشيت عندها قلت لي رحلة رياد الولفا وهذا الشي لك انا بنتك تقولي ايمان بنتك انا عندي واحد الاحساس لماذا نقولي بنتي حيث المرة اللي جاءت سميتها ايمان قدامي وعطيتها لي في ثلث ايام وواصفة عند هذه البنية ايمان تأييت ربات في ثلث ايام ما الذي عندي الاحساس واحد المشكل ثاني هو الوضع الصحي دي الايمان من يتزادت هذا شي كنا عارفناه من بعد انه الاطباء يقولون لها المشكل كان في الام الذي كانت حاملة بك اما كانت شيئا مشيئا هذا شيء يسبب لها عندها شيئا يعاقف رجلها المسكينة لم تتزادت تمشى واحد مشكل باطيئ شوية بشكل صعيب عليها ماذا علاقة كنتي لك انتينتي وما باتش كنتي تكون ايش عاجمة كنتي تحسب البنية التي تزاد سيكون الوضع الصحي دي الايس على ما يرام انا ما كنش عارفا الصهور كنت كندير ديك لاغين كنت تبينش لي كرشي هذا الوضع اللي كنت كندير بش ما تبينش لي كرشي وما كنش عارفة وما واتلاقي اللي كدو على انت سبب لها مشكل فرجلها هي باقوة ممكن حيث كنت كنزاير على كرشي بش ما تبينش لي ممكن ممكن مشاهدين الكرام لدي نشوف ايمان قولي لي اللي بغيت احساسك تلقيت انت وياك شبه كين ياك كين شبه نعم واحساسك كين نعم هذه المعطيات اللي اعطتني وانتي كسبعتين القيصة وحافظة محجوبة الخالة دي الكلي من الام اللي هي بنت عم الام اللي كبرت اللي هي ربيعة اعطتنا امور يعني هاد الناس اللي كيدوا على حافظة فيلا عين السبع تما في انتسلم الحقائق اللي قالت لكم تاني انه في الكريان هاد السيدة نفس الاسم اللي هو حافظة اعطاتك في ثلث ايام حافظة كينه في مكان اخر هاد المعطيات مم قداش والاحساس تابه ولا قوي اه كيف ما محجوبة قالت انها انها حافظة كينه في الكريان في العين السبع في الفلا دي الكريان في عين السبع والسيدة قد قلت قدر تكون الام دي قد قلت لك انها حافظة كينه في كازا وهم يقول لك حافظة كينه في آسفة ما بقيت عارفة ماذا كن ماذا كن طيق هنا كنا حاجة كنا سمعنا بانه ناس عيطوا يقول لك الام دي لك يا فاطيمة واجسمة فاطيمة اعودي لي كينه واحد السيدة كنت عيطت وقلت لي يرى الام دي لك اسمه فاطيمة وامك يقول لك الام دي لك اسمه فاطيمة وهذه السيدة اسمه فاطيمة كنت شبه لك 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 وفي الدين صعيبة وفي الدولة يتلقى أحد أخوه الذي يكون ولدك نيتاوت ويوجده 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 معي عيشتك سنين كاملة وكلمة قلت لي مرط ويوجدت تصورهم بين عيني يعني أه وفيك تياب والتي تعيش بحدي عيشة في بيتها بحدي ومتنبغتها ويوجد معي كنوصلتني على البنات بحالي ما يديروا هاد المشكلة اللي اطحت فيها في الأخر غايتنذبه كنان أعقل دابا ما غاديش نطع في هاد المشكلة دابا ندمت بزاف كنوصلتني اي بنت اي بنت ما تعطيش بنتها ما تعطيش كبتها انا كون في هاد الوقت ما غاديش نعطي بناتي وتتوح دم غا تسمع في بناتها تتوح دم غا تسمع في بناتها ه هو شو صحيا نقول لك أختي ليلا يا الله لانك شيء اضافي قبل ملخك deputy هو لا حاجة الوحيدة ليم المحجوبة اي و وا الا حافيضة يقولوا لي الصراحة ويرحموني حيث بزاف بزاف عيت الله يتعيد شابين وحدك شعيت لك تقولي أني هي الأم ديالك عيت ما مبقيش قادرة ولو كان مغربيين أنني قوية وسميشو لكن صافة عيت عيت عندما يدوه معك فاطمة مختلفة اليوم اختلفت هل يحسيتي اه ولو الناس اللي أولين وسميتمها لا يوجد إحساس يا ربي نصلوا لهدف ان شاء الله وفاطمة شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هنا نصلنا في ملف جيل إيمان 26 سنة ظهور فاطمة وبإلحاح وسمعتوا الكلام دياله كان شبه كبير كان معطيات أخرى نوع من الإحساس بقوة كتقول بإلا الأم ديالي حتى إيمان تقول هذي الأم ديالي وفاطمة كتقول هذي بنتي ولكن بناء على المعطيات اللي خدينا انطلاقا من جوج العناصر اللي هي حفظة ومحجوبة قدرنا نوصل له المحجوبة محجوبة أعطتنا معطيات مغايرة أين هو الأصل في الموضوع تنتمنى وأنه محجوبة تشوف هذا الفيديو وإلا قدرت تفيدنا أكتر عندما كانت عندها شيء معطيات من لقات الأخت مغلوطة على أساس أنه فاطمة مستعدة ديالله دين في أي وقت يو إيمان وتبت وشي الأم دياله لا لا كما إلا تبت ولينا في ملف آخر حسنا نقلبه على الأخت ديالإيمان لأن فاطمة أعطت جوجبنات مشاهدين الكرام نحن دائما متتبعين لدي ملف وسوف نستمر فيه إن شاء الله لتي بي الحقيقة أكتر في نية الأم الأصلية والأب ديالإيمان إلا كانت فاطمة هذه خطوة توفقنا فيها سنشوفه الخطوات الأخرى موضوع النقاش ديالإيمان موضوع صعب في إفادة للرأي العام حتى لا تقع أي بنت ولا أي رجل يوما ما في المحضور في هذا الوقائع كما الهدف ديالنا هو في الشق الديني كل واحد يعرف خطو وكل بنت يعرف خوة مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم